إلى السودان حيث أعلن والي ولاية جنوب دارفور الواقع غربي السودان حالة الطوارئ في الولاية وحضرا للتجوال الذي سرى تنفيذه من مساء أمس حتى إشعار آخر وأشار الوالي إلى أن أمر الطوارئ الذي أصدره يأتي لحسم الانفلات الأمني وتفويض القوات النظامية باتخاذ التدابير اللازمة كافة وفقا للقانون وقانون الطوارئ وأفادت مصادر طبية في دارفور غربي السودان بمقتل أحد عشر شخصا على الأقل في اشتباكات قبلية بين مكونات عربية وأخرى إفريقية وقعت الاشتباكات في قرية قريبة من نيال عاصمة ولاية جنوب دارفور وسرعان ممتدت رقعتها إلى قرى مجاورة حرقت جزئيا ونهبت متاجرها في السياق أعربت المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن قلقها وأسفها لأحداث العنف التي شهدتها ولاية جنوب دارفور نتيجة الصراع القبلي بين مكونات عربية وأخرى إفريقية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وفي بيان أكدت المفوضية ترحيبها بالتدابير التي اتخذتها لجنة أمن الولاية مناشدة السلطات بتدخل السريع في مثل هذه الحالات لكون تأخر الاستجابة يعرض حياة المواطنين للخطر كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف وتقديم كل ما يثبت تورطه في أعمال العنف إلى محكمة عادلة وللاقتراب أكثر من هذا الموضوع انضم إلينا من القرطم راسلنا وائل محمد الحسن وائل أهلا بك ما هي الحصيلة النهائية لهذه الاشتباكات وطبيعة الإجراءات التي اتخذتها الحكوم نعم حامد الحصيلة النهائية الرسمية هي 11 قتيل جراء هذه النزاعات القبلية في ولاية جنوب دارفور فيما يتحدث بعض الإحصاءات غير الرسمية عن سقوط أكثر من 15 قتيل وهناك عشرات الجرحى والمفقودين وأيضا بحسب مصادر للتلفزيون العربي أن هناك هدوء نسبي في المناطق التي شهدت هذه النزاعات في ولاية جنوب دارفور خصوصا بعد انتشار كبير للقوات المشتركة التي تضم قوات من الجيش والدعم السريع والشرطة وأيضا بعد إعلان والي الولاية لفرض التجوال من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا إلى أجل غير مسمى وفرض حالة الطوارئ في الولاية كل هذه الإجراءات تأتي في ظل انتقاد لبطء عملية سيطرة القوات المشتركة على مثل هذه الاشتباكات الدموية التي تحدث وتتكرر في ولايات دارفور المختلفة ما بين المزارعين والرعاء أيضا حامد هناك انتقاد لاتفاقية جبال السلام الآن هناك أحاديث تقول أنها لم تقدم شيئا لم تقدم حلول جذرية لهذه الصراعات ما بين مكونات الإقليم المختلفة وبالتالي هذه أيضا انتقادات تضم صوتها إلى الانتقادات السابقة ولإعادة النظر في هذه الاتفاقية كما قيل سابقا من بعض القوى السياسية قبيل التوقيع على الاتفاق نعم وإلا الحكومة أعلنت حالة الطوارئ في هذه المنطقة ما الفرق المتوقع الذي يمكن أن يحدثه هذا القرار وهذه الإجراءات وهل هناك ثقة من قبل المواطنين في هذه الإجراءات التي تكررت في ولايات كثيرة لكنها لم توقف الاقتتال نعم محمد حتى الآن لا توجد أي ثقة بالأمس خرج التظاهرات في مدينة نيالة تطالب بفرض هيبة الدولة وبفرض الأمن والأمان على مواطني الولاية أيضا هناك انتقادات لقوات الدعم السريع التي تتهم بعض الجهات هذه القوات بأنها تنضم إلى جهة أو أنها توالج جهة دون الأخرى خصوصا أن هذه الأحداث أو هذه الاشتباكات الدموية بين قابلتي الرزيقات والداجو وبالتالي هناك اتهامات لقوات الدعم السريع التي عادت كبير جدا من أبنائها منضوون تحت قوات الدعم السريع وبالتالي حتى الآن لا توجد ثقة لدى المواطن في هذه القوات في تلك المناطق وتطالب بإبعادها عن عملية احتواء الموقف أيضا البطء الذي شاب سرعة السلطات في احتواء هذه المواقف خصوصا انتقادات سابقة كانت في إقليم النيل الأزرق والنزاعات القابلية التي حدثت هناك وهذه أيضا النزاعات التي حدثت في جنوب دارفور وبالتالي هناك أصوات تطالب بسرعة عملية تدخل السلطات أو تدخل الأجهزة الأمنية في مثل هذه النزاعات حتى لا تتطور خصوصا أن هذه النزاعات القابلية ليست محصورة في ولاية واحدة وإنما لها امتدادات في ولايات أخرى وبالتالي هذه المخاوف الآن من أن تمتد هذه الصراعات القابلية بين هذه المكونات إلى ولايات أخرى تدخل أيضا ضمن دائرة الصراع وائل محمد الحسن من الخرطوم شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر